لدى حضور سموهي الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الخامس والاربعين لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة اكد صاحب السموه الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بان دولة الامارات العربية المتحدة تحتفل بعيدها الوطني وهي مزهوة بانجازات طالت مختلف المجالات واجعلتها نموذجا شامخا في التنمية والتطوير الذي يعكس الفكرة المستنيرة لقيادتها وقال سموه ان حرصنا على مشاركة الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الاحتفال بعيدهم الوطني هو تجسيد لما يجمع بلدين من روابط اخوية قوية وتعبير عما نكنه من مودة ومحبة لقيادة وشعب هذا البلد الشقيق الذي لم يتأخر يوما عن الوقوف الى جانبنا في مختلف الظروف وضف سموه ان ما يجمع بين مملكة البحرين ودولة الامارات روابط وثيق على الجانبين الرسمي والشعبي وهي تأخذ دوما منحا تصعديا في التطور بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة واخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر قد حضر مساء اليوم الحفلة الذي أقامه سعادة السيد عبد الرضا عبدالله خوري سافير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الخامس والاربعين لدولة الامارات العربية المتحدة بحضر عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة وعضاء السلك الدبلوماسية والمدعوين وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر على عمق العلاقات وروابط الأخوة التي تجمع بين قيادتي وشعبي مملكة البحرين ودولة الامارات والتي ترسخت عبر السنين وباتت نموذجا للعلاقات المتميزة بين الأشقاء الذين تربطهم أواصر القربة والمصير المشركة وأشهد سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الاماراتية من تنام مستمر في كافة المجالات بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من جانب قيادتي البلدين الشقيقين لدفع وطيرة التعاون الثنائي ومضاعفة ما حققته طوال السنوات الماضية من مردودات إيجابية سياسيا واقتصاديا بما يقوي من مكانتهما الأقليمية والدولية ويعزز من وطيرة التنمية لصالح الشعبين الشقيقين وفي مهنة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس دولة الامارات وحكام الامارات بهذه المناسبة الوطنية فقد نوها سموه بما تشهده الدولة الشقيقة من تطور ونماء في ظل قيادتي الحكيمة في مختلف المجالات وأكد سموه أن التجربة التنموية الناجحة في دولة الامارات الشقيقة هي مثار للعجاب والتقدير من قبل الجميع وتمنيا سموه للدولة الشقيقة مزيدا من الرفعة والتقدم وأكد سموه حرص البحرين وتطلعها نحو تقوية ما يربط البلدين من روابط قوية ومتينة لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إضافة إلى زيادة التنسيق تجاه العديد من القضايا الخليجية والعربية والدولية في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تجمع البلدين الشقيقين من جهته توجه سفير دولة الامارات العربية المتحدة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بدعم كل ما يعزز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا أن تشريف سموه للحفل يعكس عمق روابط الأخوة والمحبة بين البلدين وما يليه سموه من اهتمام بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تطورا مستمرا ترجمة نانسي قنقر